تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 98 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 2633 طن مواد غذائية وبناء و 11040 عبوة زيت وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 165 طن سلع غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد على 26 طن دقيق مدعم وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد على 2245 طن وتم في مجال حجب مواد البناء ضبط 196 طن حديد تسليح